نكمل يا ثامن وصلنا عن تدريب رقم واحد الموجود بصفحة 98 تدريب رقم واحد بدي حل معك رقم اثنين ورقم ثلاث رقم اما رقم واحد من تدريب رقم واحد بس تنهي مشاهدة الحصة ووقف الفيديو لمدة خمس دقائق وحل بيدك اذا ما اتمرنت تحل بيدك ما رح تعرف تحل اذا بدأ ننقل هاي المسألة هون عندي على الدفتر عشان يجي نحلها مع بعض يلا يا ميس اذا عندي هذا الاقتران عبارة عن اقتران خطي لانه المتغير بيحمل قوة الواحد حكينا اول خطوة شو لازم نعمل لازم اول خطوة نرسم الجدول طبعا الخطوات الاولى كنا شوي بطئين لانه شرحناها شرح هلا بنرسم الجدول حكينا هذا الجدول رح اقسمه لثلاث اقسام هون قيم سين هون قيم الاقتران وهون عبارة عن الازواج المرتبة اذا هون قيم الاقتران او بنسميها صاد وهون عبارة عن الازواج المرتبة يلا حكينا دائما بنحاول قيم سين نحط من جميع الجهات واحد وصفر وسالب واحد اذا رح احط هون واحد صفر سالب واحد طيب بس بدي احكي لك شغلة هسا بعد ما انت حطت دائما ما احنا متعودين نحط هون واحد وصفر وسالب واحد صح بس اطلع لي على معامل سين يعني لما حلينا مثال رقم واحد كان معامل سين عبارة عن عدد عدد عادي بس اطلع لي هون على معامل سين مش هاي اسمها معامل سين هو العدد للجنب المتغير اذا كان معامل سين عبارة عن كسر يا ميس حاول تحط مقلوبه في الاعداد يعني هلا بقولك مش هالمعامل سين عبارة عن نص شو مقلوبها اتنين على واحد يعني اتنين معناته هون ليش ما حط بدل واحد بحط موجب اتنين هاي قيمة موجبة بحط الصفر بحط سالب اتنين ليش عشان اختصر منه عشان هلا لما احل اتطير لاتنين مع النص فبتصر عبارة عن عدد الجواب عبارة عن عدد صحيح اذا قبل ما تحل اوش تطلع على معامل سين اذا كان معامل سين عبارة عن كسر انت حط هون القيمة الموجبة القيمة السالبة مقلوبه يعني هون نص معناته هون بحط موجبة اتنين وبحط سالبة اتنين والصفر دايما ثابت يلا هلا نيجي نعوض حكينا بدي احط مكان سين هلا عبارة عن اتنين عمدي امسك الاقتران وحط مكان كل سين اتنين يلا مع بعض تلاتة ناقص نص ضرب اتنين اذا ما بنحلها ما بتعرف تحلها شوفها ويكتبها يلا نكتبها هون تحت مش مشكلة تلاتة ناقص نص ضحط مكان سين كم حكينا اتنين يلا الاولوية لم يلا تضرب اذا اوش بدأ اضرب هاي مقامها واحد بلاحظ قبل ما اضرب الكسور انه في اختصارات لتنين مع اتنين بتروح شو بيضل هون يعني واحد اذا صرت المسألة تلاتة ناقص واحد اللي هي عبارة عن تنين اذا هون عبارة عن تنين اذا زوج المرتب لما سين تنين كم طلعت قيمة صاد تنين ممتاز هلا لما سين عبارة عن صفر يلا نيجي نعود تلاتة ناقص نص ضرب صفر الاولوية للضرب نص ضرب صفر يعني هاي طارت صفر شو صارت مع تلاتة لناقص صفر ويساوي عبارة عن تلاتة اذا قيمة صاد تلاتة اذا زوج المرتب إلو لما سين صفر كانت صاد عبارة عن تلاتة يلا هلا لما سين عبارة عن سالب اثنين يلا تلاتة ناقص نص ضرب سالب اثنين اولوية لمن حكينا للضرب قبل ما أضرب في عندي اختصارات هاي لتنين معتنين بتروح بس هون بظل سالب واحد لأنه في عندي سالب اذا صارت هون مكانها كلية سالب واحد اذا تلاتة ناقص سالب واحد بلاحظ انه ثلاث ناقص سالب واحد نحول الطرح إلى جميع بناخد معكوسة الثانية صار تموجه بواحد إذن ثلاث زائد واحد عبارة عن أربعة إذن هون أربعة معاتوا لما كانت قيمة سين سالب اثنين كم قيمة صاد عبارة عن أربعة إذن زوج المرتب سالب اثنين أربعة بعد ما نرسم هاي القيم حكينا شو بنرسم هون المستوى الديكارتي ما في داعي أرجع أشرح يا ميسكي في نرسم المستوى الديكارتي خطين عام واحد خط عمودي بنسميه عبارة عن محور الصادات واحد خط أفوقي بنسميه عبارة عن محور السينات هون صادات وهون عبارة عن السينات طبعا هون سين موجب هون سين سالب هون صاد موجب هون صاد سالب هلا وده بلش أقسمه هون طبعا دائما هون الصفر هلا بطلع قيم سين نظر سريعة شو قيم سين اثنين وصفر وسالب اثنين معانتوا بدي أوصل سين لتنين للموجب وده أوصل سين للسالب اثنين أول خط يصل على نصلي أول خط سالب واحد الثاني خط بيجي على يسار الصفر السالب 2 وصلت لتنين الموجب صلت لسالب 2 السالب وهي الصفر موجودة بطلع قيم صاد شو قيم صاد الموجود عندي اثنين وثلاثة واربعة اذا بدي اوصل لتنين وثلاثة واربعة وتلاحظ انه كلهم موجبة اذا ان بهمني صادات الموجب موجودة بالاعلى اول خط اوفقي جاي فوق الصفر عبارة عن واحد موجب ثاني خط اثنين موجب ثالث خط لو بده تكميله بكمل ثلاثة موجب لحد ما اوصل للاربعة الموجب وارابع خط عبارة عن اربعة الموجب معنات بطول هذا محور الصادات لحد ما نوصل للاربعة الموجب هلا بدي ابلش اعين الازواج المرتبة اول زوج مرتبة 2 اثنين شو يعني 2 يعني نوقف عند التنين تاعت السينات الموجب وان التنين السينات الموجب هايها وبدي اوصل للتنين للصاد التنين الموجبة يعني يا ميس اطلع ولا انزل طبعا بدي اطلع بينما اوصل للتنين الموجبة اذا اول ما اوصلها بحط نقطة وبكتب جنبيها هاي اثنين اثنين ممتازين يلا تاني نقطة صفر للتلاتة معانتوا بدي اوقف من عند الصفر واوصل للصادات الموجبة اللي قيمتها 3 هاي الصفر بوصل للصادات يعني اطلع ولا انزل اكيد رح اطلع لعين دي التلاتة واول ما اوصلها بحط نقطة وبكتب جنبيها صفر تلاتة ممتازين هلا سالب اثنين اربعة معانتوا بدي اوقف عند السين السالب اثنين وان السين السالب اثنين هايها طب بعد ما اوقف عند السين السالب اثنين بدي اوصل للاربع الصادات الموجبة معانتوا اطلع ولا انزل لا رح اطلع بينما اوصل للصادات الاربعة واول ما اوصلها بحط عندها نقطة وهان بكتب عندها اللي هي هاي النقطة عبارة عن سالب اثنين اربعة بعد ما عينتهم هدول بمسك مسترتي بوصل بناتهم بتلاحظ انه الرسم عبارة عن خط صح وعشان هيك اسم اقتران خطي اذا هاي عبارة عن رسمة الاقتران اللي اسمه دلاتة ناقص نص سين ممتازين نشوف رقم ثلاث مع بعض شايفين ما اسهلو يمس رقم ثلاث عيني السين تساوي خمسة نفس الاشي بنروح نعمل شو جدول هلا بس دعلمك الطريقة بعد هيك اول ما بتشوف هذا الاقتران عطل بترسمو بدون ما تعمل الجدول ثلاث خانات هون قيم سين هون قيم صاد وهون الازواج المرتبة طب ميس هلا معامل السين هون مش موجودين معنا تبجع بحط واحد صفر وسالب واحد لانها معامل السين مش موجودة معنا تبجع بحط واحد صفر وسالب واحد طب طلع لي بس على هذا الاقتران هذا الاقتران شو سمينا يا ثامن اي واقتران ثابت ليش لانه جواب عبارة عن عدد ثابت صح طب يلا بدي احط مكان كل سين واحد اشوف شو الجواب يلا وين سين طب ميس احط مكانها واحد عوضناها في الحصة الماضية وين سين احط مكانها واحد ما فيه معناته كم الجواب بما انه ما فيه اذا بنزل خمسة زي ما هي طب يلا هلا بتحط مكان كل سين صفر طب ما في سين يا ميس احط مكانها صفر معناته بنزل جواب زي ما هو اللي هو عبارة عن خمسة بتنزل خمسة زي ما هي طب هون ميس ما في سين أحض مكانها سالب 1 معناته الخمسة كمان بتنزل زي ما هو شو معناته الحكي يعني شو ما حطيت قيم لسين طبقى صاد ثابتة واللي هي عبارة عن خمسة عشان هيك اسمه اقتران ثابت لأنه قيمة صاد أو قيمة الاقتران إلها عبارة عن ثابت يعني شو ما تغيرت قيمة سين طبقى قيم صاد ثابتة اللي هي عبارة عن خمسة يلا نكتب الأزواج المرتبة لما سين واحد كم صاد خمسة لما سين صفر كم صاد خمسة ولما صاد سالب واحد كم سين عبارة عن خمسة إذن هاي كذبنا الأزواج المرتبين يجي نرسمها على السريع رح نحط خطين سريع واحد عمودي عبارة عن محور الصادات وواحد أفقي عبارة عن محور السينات يلا سين قيم سين واحد وصفر وسالب واحد معناتوا أول خط حكينا نحط هون واحد وهي الصفر وهي سالب واحد بيجي عليه صار هل قيم صاد بدي أوصل للخمسة معناتوا هاي واحد اتنين دلاتة هاي أربعة لو بدي أكملها بكملها هاي خمسة إذن دمد هذا الخط سريع بالمواصل للخمسة يعني أول زوج مرتب واحد وخمسة معناتوا بدأ روح عند السين الواحد لأطلع لعين دل خمسة الموجبة حطت عندها نقطة ثاني خط صفر خمسة معناتوا بدأ أمشي من عند الصفر لأوصل للخمسة هي حطيت عندها نقطة ثالث خط سالب واحد خمسة معناتوا من السالب واحد السينات لأوصل للخمسة وحط عندها نقطة شايف هدول النقاط بوصل بناتهم بخط طلع كيف الرسمة طلعت عندي رسمة عبارة عن خط وعبارة عن ماذا هيك اسمه اقتران خطي اللي هو عين السين تساوي خمسة طب إذا انت هلأ قلتين الأول ما تشوف اقتران ثابت علمك طريقة تحلها هلأ عين السين تساوي خمسة صح؟ هاي الخمسة بنسميها صاد في الاقتران يعني نسميها قيمة الاقتران يعني هي عبارة عن صاد اللي معناتوا صاد لازم تكون خمسة معناتوا حكينا شو ما كانت قيمة سين تبقى صاد اللي هي عبارة عن خمسة صح؟ صاد خمسة الموجبة هاي قيمتها موجبة معناتوا برسم خطتين واحد أفق واحد عامودي بهمني الصاد لما تكون خمسة بقسمها لأوصل للخمسة بس أوصل للخمسة برسم بمصرتي خط شو يعني شو ما كانت قيمة سين بطلع صاد عبارة عن موجبة يعني لو أنا بدي أجع حلاعة سريع كان نضع دائرة برسم خطين عموديين خط عمودي وخط أفقي بوصل لعند الخمسة يعني بحكي عين السين تساوي خمسة معانتوا بوصل لعند الخمسة صاد وبحط خط خلص شو ما كانت قيم سين طب لو كانت سالب خمسة معانتوا تكون سالب خمسة هون تحت بحط عند السالب خمسة خط ماشية ثامن وهيك انتهى الدرس الثالث من هاي الوحدة ويعطيكم ألف عافية